السلام عليكم. في هذا الفيديو نعملكم مراجعة سريعة لدرس الزلازل وعلاقتها بتكتونية الصفحة. نشوف يدك شي اللي شفنا في القسم واللي مهم خاصني تكونوا عارفينه. كنا شفنا وقلنا ان الزلزال هو عبارة عن هزة ارضية مفاجئة. مصدرها مباطل الارض يعني ذلك الموجات الزلزال وتحدث في وقت وجيز هزة الارضية وتخلف خسائر مادية وبشرية حسب الدرجة ديالها وحسب ايضا المناطق اللي التي تحدث فيها هزة الزلازل يعني واش فيها الناس او لا لا. اذا هذه التعرف ديال الزلزال كنا شفنا بعض الطرق المعتمدة في دراسة الزلازل كين كما شفنا سلم ميركالي او امسكا. وشفنا سلم ريشتر اذا سلم ميركالي في اتناش درجة اه يعتمد على تقييم الخسائر المادية التي يخلفوها الزلزال يعني شنو كيوقع مرمك اه بعد حدود الهزة الارضية. وعلى تصريحات شهود العيان يعني الهضرات الناس اه كنا شفنا ديك اه سلم ميركالي فيه كل درجة وفيها المميزات ديالة فيها اه سنو هيوقع يعني كنا اعتمد على ملء الاستمارات انطلاقا من هضرات ديال الناس اللي كينين ديك منطقة اللي وقع في هالزلزال. هاد سلم هاد دي الامسكا لا يقيم شدة زلازل في المناطق غير مأهولا اللي ما فيهاش الناس يعني حل البحار ما كينش الناس بقعش الزلزال سما ما معنعرفوش ايش حل كانت شدة دياله. ادن هاد السلم هادا سلم غير داقيق عكس سلم ميركالي اه عفوا سلم ريشتر اللي كنا شفنا سلم ريشتر فيه تسعود ديالدرجات ولكنه اكثر دقة من سلم امسكا. هاد السلم هادا يعتمد على دراسة شدة زلاز ديالزال وفق تحليل سجل اهتزاز هاد الورقة اللي كتكون في مسجل الهزات. اللي كتكون في مسجلة الهزات. هادا مسجل الهزات. نعم. كنا شوفنا السرعة ديال الموجات الزلزالي. ووصلنا مكونات الزلزال. بدنا شوفنا مكونات الزلزال. شوفنا المكونات ديالو كين البؤرة. قلنا هاد البؤرة هي النقطة التي الباطنية التي سنطلق منها الموجات الزلزالية. بتكون باطن الارض البؤرة بتكون باطن الارض. كين المركز السطحي اللي قلنا هو آآ اه. اسقاط العمودي للبؤرة على سطح الارض. يعني هاد البؤرة وهداه المركز السطحي. وهي المنطقة السطحي التي تستعرض لأقوى شدة زلزالية. اذا حل ما كانت آآ منطقة قريبة للبؤرة مثلا هاد المركز السطحي. تشوف انا فيه آآ آآ المنازل تهدمت كليا هنا يلا نفهم إذن المركز السطحي والإسقاط العمودي للبؤرة على سطح الأرض وهي المنطقة السطحية التي تعرضت لأكبر شدة زلزالية مكونات هذه الزلزال إذن كان البؤرة والمركز السطحي البرؤرة تكون في باطن الأرض يعني هي النقطة الباطنية التي تنطلق منها الموجة الزلزالية والمركز السطحي كيكون على سطح الأرض عمودي على البؤرة في حالها هيدا البؤرة كتكون في باطن الأرض والمركز السطحي كيكون في سطح على سطح الأرض هذه المنطقة هذه هذه المدينة نقول له مثلا يا مركز السطحي إذن شكل آخر يمثل البؤرة المركز السطحي وهذه المنطقة هذه وهناي عندنا انتشار الطاقة المحررة على شكل موجة الزلزالية في جميع الاتجاهتين يعني هذه البؤرة من هكذا نطلق واحد الطاقة على شكل موجة الزلزالية نشوف هذه الشكلة خريطة مثلا هذه المنطقة حدث فيها زلزال عندنا المركز السطحي هو النقطة المركز السطحي المركز السطحي لماذا لأنها المنطقة السطحية التي تعرضت لأقوى شدة الزلزالية ولأكبر شدة الزلزالية مثلا هذه مدينة نسميها المدينة المجاورة عندنا وهدو مناطق أخرى مجاورة هدو النقطة إذن قلنا مركز السطحي هو النقطة وهدو الخطوط هدو اللي عدلنا هنا هي خطوط تسمى بمنحنايات زلزالية أو منحنة زلزالية شو نوع منحنة زلزالية هو واحد الخط الذي يربط بين المناطق التي تعرضت لنفس الشدة الزلزالية وهذا يعني هدو المناطق كاملين تعرضوا لشدة سبعة مثلا وهذو المناطق هدو كاملين تعرضوا لشدة ستة هدو المناطق هدو كاملين فيهم شدة زلزالية ثمانية وهذي تسع إذن قلنا المرحنة الزلزالية هي خطوط تربط بين المناطق التي تعرضت لنفس الشدة الزلزالية المركز السطحي هو هذا أن هو النقطة أعلى لأن المنطقة السطحية التي تعرضت لأقوى شدة أو لأكبر شدة زلزالية عندنا هنا تسعود تسعود هي كبيرة هنا مثلا نقلنا شدة المنطقة السي هذه المنطقة السي تعرضت لزلزال شدته سبعة وهذه المنطقة بثمانية والمنطقة هذه ستة ثم نرى أهمية المنطقة السي في معرفة البنية الداخلية للكرة الأرضية قلنا أن القرة الأرضية تتكون من أربعة أغليفة هذه هي القسرة الأرضية الرداء النواة الخارجية ثم النواة الداخلية أو البذرة كنا قلنا أن الناوات تنقصي من جد الأجزاء نواة الداخلية أو نواة خارجية والقشرة والرداء ثم هذه هي القشرة الأرضية مع الرداء العلوي ستنغلة في الصخرين هذه المعلاقة سلزب تكتونية الصفائح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر